اهلا وسهلا بكم في الاجندة هل يشكل الإسلام مصدرا للإرهاب والمشاكل الدولية كما يقول اليمين الغربي المتطرف؟ وهل هو سبب تخلف العرب والمسلمين كما يظن بعض العرب أنفسهم؟ وهل هو سبب الصراح بين الغرب والشرق الأوسط؟ وهل كان العالم سيبدو أجمل وأفضل لو لم يظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي؟ هذه الأسئلة المحملة ببذور التهمة والشك وغيرها تدور على ألسنة مختلف الناس اليوم وينبغي أن تطرح للنكاش للنكاش العام لأنها أصبحت مادة للصراع السياسي بين تيار التغيير العربي وتيار الاستبداد أو بالأصح أصبحت مادة لتبرير دعم الأنظمة العربية المستبدة الأنظمة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان المتواطئة مع الغرب الاستعماري ضد شعوبها بحجة أن الإسلام أصبح يمثل مصدراً للإرهاب والاستبداد والفاشية والتخلف إلى آخر ذلك ولا بد من مواجهته تحت غطاء مواجهة الجماعات الإسلامية أو جماعات الإسلام السياسي هذه الحلقة ستكون لمناكشة هذه القضية الخطيرة من خلال إجابة على سؤال افتراضي محدد يقول ماذا لو لم يظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي؟ هل كان حال العرب اليوم سيكون أفضل منه؟ وهل كان العالم سيبدو أفضل مما هو عليه الآن؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع هذه الحلقة فكونوا معنا لم يعرف الإسلام في تاريخه هجمة منسقة بين خصومه في الداخل والخارج كالهجمة التي يتلقاها هذه الأيام وكما أقول دائماً ليست المشكلة هنا لا خوف على الإسلام إذا كان الإسلام حقيقاً من الحكائق لأن الحكائق قادرة على الصمود إنما المشكلة في كم البيانات والمدخلات الزائفة الخاطئة التي تتسرب يومياً إلى العقل العربي لأغراض غير علمية هذه البيانات ينبغي أن تخضع للتحقيق العلمي من منظور علماني لأنه المنظور العلمي بطبيعة علماني لماذا؟ لاختبار صحتها لأنها إذا كانت زائفة وهمية فهي تشكل خطر على العقل الجمعي تماماً مثل العملة الزائفة التي تشكل خطراً على الاقتصاد القوم المدخلات الخاطئة للعقل تحتل أو تأخذ مكان المدخلات الصحيحة وتتسبب في تزييف الوعي ومن ثم في إبساد الواقع لأن الواقع هو إنعكاس للوعي عندما يقال مثلاً إن الإسلام كان سبباً في تخلف العرب أو أن العالم كان سيكون أفضل لو لم يعرف الإسلام فإن مثل هذا الكلام يستفز أي باحث جاد يعرف التاريخ بغض النظر عن دينه أو ثقافته أي مثقف حقيقي محترم محترف اليوم لا يمكنه أن يقبل مثل هذا الكلام دون أن يخضعه للتحقيق والاختبار والفحص وهذا الموقف لا علاقة له بالموقف من الدين نفسه يعني قد يعتقد الباحث أن الإسلام مجرد فكرة بشرية صنعها حقل بشري في الكرن السابع ممكن يعتقد هكذا لكنه إذا كان محترم لن يغامر بالكون أن هذه الفكرة كانت سبباً لتخلف العرب أو أنها كانت سبباً للصراع بين الشرق والغرب أو أن هذه الفكرة مصدر للإرهاب لماذا؟ لأنه التاريخ يقول غير ذلك بل يقول عكسه تماماً ولا أكسد هنا التاريخ الذي رواه المسلمون بل التاريخ الذي رواه الغربيون أنفسهم وحققوه الغربيون يعترفون بأن ظهور الإسلام في القرن السابع كان بمثابة الحجر الذي ألقي في مياه العالم الراكدة العالم كان مثل البركة الآسنة الراكدة فجاء هذا الحجر فصنع دوائر من التأثير ظلت تتسع وتتسع في كل المجالات حتى انتهت بإحداث النهضة الأوروبية وشاركت هذه الحجر وهي الإسلام في أهم محطات التحول الأوروبي إلى العصر الحديث أي أنه لو لا ظهور الإسلام في تلك اللحظة من الزمن ما ظهرت الحضارة الإنسانية الحديثة في زمنها المقدر حضارة العلم والتكنولوجيا والمنهج والمعارف الغزيرة ما كان لها أن تظهر في موعدها لو لم يظهر الإسلام في موعده لو لا ظهور الإسلام في القرن السابع لما تنحم الإنسان بكل هذه النعم التي أوجدها التقدم العلمي والتكنولوجي والمسألة ليست من هي الأمة التي صنعت هذه الثورة العلمية وإنما ما هي الظروف التي حركت هذه الأمة الأوروبية ووجهتها في هذا الاتجاه والدقائق القادمة هي محاولة للإجابة على هذه الأسئلة وسأكتفي فيها بشهادات مؤرخين ومفكرين أوروبيين ليس فيهم عربي واحد أو حتى مسلم واحد حتى لا نقع في تهمة التحيز سنبدأ هذه الجولة بإشكال إشكال طرحه غراهام فولر نائب مدير مجلس الاستخبارات الأمريكية في الثمانينيات في كتاب له بعنوان حالم بلا إسلام ماذا لو هكذا العنوان الإشكال الذي طرحه فولر يقول إن الغربيين يعتقدون بأن الإسلام هو سبب همجية المسلمين كما يسمونها وسبب كراهيتهم للغرب وسبب رفضهم للديمقراطية وسبب العلاقات السيئة بين الغرب والشرق هذا الإشكال الذي طرحه فولر ثم يطرح على الكارئ الغربي سؤالا طريفا يقول طيب إذا كان الإسلام هو سبب هذه المشاكل كلها ترى لو لم يظهر الإسلام في الشرق الأوسط هل كانت العلاقة بين الغرب والشرق ستكون أفضل مما هي عليه الآن الإجابة المفاجئة التي قدمها فولر هي لا الإسلام ليس سبب العداء بين الشرق والغرب لأن جذور الخلاف بين الطرفين كامنة في الجيوبوليتيك يعني الجغرافيا السياسية يقول وترجع إلى ما قبل ظهور الإسلام والمسيحية طبعا لما يقول أن جذور الخلاف كامنة في الجغرافيا السياسية فهذا يعني أنها أسباب ذات طبيعة ثابتة لا تتغير إلا إذا ابتلع أحد الطرفين الآخر إذا الشرق ابتلع الغرب أو الغرب ابتلع الشرق وهذا مستحيل جراهام فولر لا ينفي بالطبع إسهام الإسلام في صيغة الصراع التي تشكلت بين المعسكرين القديمين الشرقي والغربي في الحروب الصليبية على الأكل هو لا ينفي دور الإسلام في ذلك في الصيغة لكنه يرى أن الإسلام كان مجرد علامة على أنواع أخرى من التنافس العميق والشديد بين المعسكرين يعني الإسلام أعطى للصراع صيغة أخرى غير الصيغة العلمانية أما الصراع نفسه فكان سيستمر حتى لو لم يظهر الإسلام وله عبارة طريفة في غاية الدكة تقول إن الإسلام كان محركاً للصراع وليس سبباً له محرك للصراع وليس سبباً للصراع وهذه ملاحظة ذكية للغاية سبق أن قلتها من قبل في هذا البرنامج عند الحديث عن المذاهب الإسلامية قلت أكثر من مرة إن المذاهب الإسلامية القديمة والحديثة ليست سبباً للصراع الإسلامي وإنما هي مادة للصراع هي مادة الصراع أو محرك الصراع أو هي وقود الصراع لكنها ليست سبب الصراع لاحظوا، هذا كلام مثقف علماني، ديمقراطي، لبرالي كان يشغل منصب خطير جداً للغاية في أكبر دولة في العالم وهذه الإجابة التي يكدمها قد لا يتكبلها بعض العرب لدينا من أتباع العلمانية الأرتذكسية كما أسميهم الذين يعتقدون أن الإسلام هو السبب الرئيس للصراع بين الشرك والغرب والسبب الرئيس للتخلف وأمراض القلب وتصلب الشرائي لأنهم لا يتصورون في وجود سبب آخر لا يستطيعون تصوروا في وجود سبب آخر لكي أكرر فكرة فولر لهؤلاء يكفي أن أذكرهم بموقف الغرب من روسيا روسيا ليست مسلمة وليست إسلامية ما ظهرش فيها إسلام وموقف الولايات المتحدة من دول أمريكا الجنوبية وهي ليست دول إسلامية على الرغم من أن روسيا تقع بعاصمتها في القرى الأوروبية كما قلت مرارا وعلى الرغم من أنها تشترك مع أوروبا في دين واحد والمسيحية وعلى الرغم من أن ثقافة الروس أكرب إلى الثقافة الأوروبية وعلى الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى عركية واحدة إلا أن الغرب يتعامل مع روسيا بوصفها عدوا خطيرا وتتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع جيرانها في الجنوب في دول أمريكا اللاتينية بصورة عدائية تآمرية واضحة كل ذلك لأن روسيا ودول أمريكا اللاتينية تتبنى مذاهب مسيحية مختلفة جنوب أمريكا ليس بروستانتيا كما هو شمالها وروسيا أرثوذكسيا ليست كاثوليكيا ولا بروستانتيا كما هي أوروبا فما الذي سيجعل العرب استثناء بالنسبة للغرب حتى يعاملهم الغربيون بطريقة مختلفة إذا لم يكونوا مسلمين ما الذي يجعلهم استثناء؟ مع أن حجم المشتركات بين العرب والغرب أكل من تلك الموجودة بين الأطراف المذكورة روسيا والأوروبا مثلا حتى لو لم يكونوا مسلمين أظن الصورة واضحة تماما إذن فالإسلام ليس سببا للصراع والعداء بين الشرق الأوسط والغرب بحسب جراهام فولر ويبقى أن نجيب على السؤال الأهم في هذه الحلقة السؤالنا لهذه الحلقة السؤال الأهم هو هل كان العالم سيبدو أفضل لو لم يظهر الإسلام في الكرن السابع؟ الإجابة على هذا السؤال تحتاج إطلال على التاريخ لمقارنة أوضاع العالم قبل ظهور الإسلام بأوضاعه بعد ظهور الإسلام والحكم بناء على النتيجة وهذه العملية تحتاج يعني كتب ومجلدات وليس حلقة تلفزيونية لذلك سأختار معيار آخر للحكم في هذه القضية هذا المعيار هو أثر الإسلام في الحضارة الإنسانية الحديثة التي نضجت في أوروبا وولدت في أوروبا على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هذه الحضارة هي أكثر حضارة إنسانية خدمة الإنسان حتى الآن من خلال الإجابة على السؤال المباشر الآتي هل كانت الحضارة الحديثة ستظهر في موعدها لو لم يظهر الإسلام في موعده؟ هل كانت النهضة الأوروبية؟ هل كانت أوروبا ستشهد عصر النهضة؟ وثوراتها الدينية والصناعية؟ لو لم يظهر الإسلام في الكرن السابع الميلادي؟ السؤال المستفزة والإجابة التي أقدمها على هذه الأسئلة هي نيفر لا ما كان لهذه الحضارة الإنسانية الحديثة أن تظهر في موعدها لو لم يظهر الإسلام في موعده؟ ما كان للبشرية أن تستمتع بخيرات الحضارة الحديثة لو لا أن الإسلام ظهر في القرن السابع الميلادي؟ كما قلت هذه إجابة مستفزة لكثير من المتحيزين ضد الإسلام بدافع الموجة العدائية الجديدة لهم؟ وأنا أريدها أن تكون مستفزة لهم لكي ألفت انتباههم لحكائك حكائك وليس الضنوب لحكائك قد يجهلونها أو يتجاهلونها عمداً لكني كما تعودت لن ألقي بالإجابة هكذا دون تقديم الدليل والبرهان على صحتها لا بد من دليل وبرهان على صحت هذا الكلام الذي أدعيه وسأكتفي بالبرهنة على حجتين في دعم هذه الإجابة الحجة الأولى هي أن الإسلام كان سبباً في إيقاظ أوروبا من سباتها في عصورها المظلمة ولولا ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ما استيقظت أوروبا لاحقاً ولا استعادت تراثها اليوناني ولا أحدثت ثوراتها في الإصلاح الديني ولا عرفت المنهج التجريبي في ذلك الوقت المبكر وهو المنهج الذي نقل أوروبا نقلة كبيرة كل ذلك كان بحافز الإسلام فقد كان الإسلام هو التحدي الذي دفع أوروبا إلى التحول الحضاري التحدي وفقاً لنظرية التحدي والاستجابة التي قال بها أرنولد توينبي هذه الحجة الأولى والحجة الثانية التي سأبرهن عليها هي أنه لولا ظهور الإسلام ما اكتشفت أوروبا العالم الجديد مسمى أمريكا ولا اكتشفت رأس الرجاء الصالح في ذلك الوقت الذي أغناها وأثراها وهما هذان الاكتشافان هما أعظم حدثين في التاريخ كما قال فيلسوف الاقتصاد الرئاسمالي آدم سميث وقبل أبدأ في تفصيل هذه الحجج تعالوا نتابع هذا المقطع الكصير من فيلم بريطاني فيلم أجنبية تحدث لأطفال أوروبا عن إسهامات بعض العلماء المسلمين في الحضارة العلمية الحديثة طبعا الفلم طويل والشخصيات التي يذكرها طويلة كثيرة لكن سنكتفي بعينة بسيطة لكي ندلل على شهادة الآخر كيف يشهد لهذه الحضارة في حين أن أبناء هذه الحضارة أنفسهم يقولون عكس ذلك أو يتهمون الإسلام بأنه سببا في تخلف مجتمعاتهم وفي القلق والاضطراب الدولي الحاصل تعالوا نشوف وانقيس الباكة على هذا المقطع ماذا يحدث؟ أهلا بكم في العصور المظلمة أو كما يجب أن تعرف العصور الذهبية من تكون؟ أنا الجزري مهندس ومخترع بارع ظننتك قلت أنها الأصور المظلمة لكنها لا تبدو مظلمة لأن ذلك هيعتمد على المنظور الذي تأخذه يا صديقي صديقي طبعا هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين ضياء العلم والاكتشاف أشرق على كل شيء أية حضارة؟ الحضارة الإسلامية يا صديقي فيها طور علماء من ديانات مختلفة بعض أهم الاكتشافات التي عرفها الإنسان حينها اكتشافات مبنية على علم من سبقهم لكنها مرتبطة بعالمك الحديث أكثر مما تتخيل مش لماذا؟ كل ما تتصوره لابد أن أصور هذا كنت أعلم أنها فكرة جيدة من تكون؟ اسمحوا لي أن أعرفكم بابن الهيثم علم فذ أدت أفكاره إلى اختراع الكاميرا أنت اخترعت الكاميرا؟ أنا من وضع أسس الكاميرات الحديثة بتفسيري لكيفية عمل أعيننا لقد وجدت طريقة لإسقاط صورة على سطح آخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة سميت بعدها القمر المظلمة سمعنا وكرأنا كثيرا لكتاب عرب وأجانب عن إسهامات المسلمين القديمة في مجالات العلوم التجريبية والاجتماعية وعلوم الفلك والطب والجغرافيا وبرزت أسماء لامعة في هذا المجال أمثال الرازي وابن حيان وابن سينة وابن خلدون وابن الهيثم والخوارزمي وغيرهم لكن المؤرخون لم يتوقفوا كثيرا عند سؤال كيف أثرت أو كيف أثر ظهور الإسلام في تحول أوروبا من عصورها المظلمة إلى عصر النهضة أو العصر الحديث سواء أكان تأثيرا مباشرا أو غير مباشر والدراسات التي تناولت هذا الجانب محدودة وغير كافية والباحث اليوم يستطيع أن يلمح تأثير الإسلام الدين والحضارة في أهم محطات التحول الأوروبي وفي أبرز آثار أوروبا الفكرية والأدبية والعلمية يستطيع أن يلمح ذلك أهم محطات التاريخ الأوروبي بعد ظهور الإسلام هي عصر النهضة الأوروبية وثورة الإصلاح الديني واكتشاف أمريكا مع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والثورة الصناعية هذه هي المحطات الأهم في تاريخ أوروبا الحديثة كلها وفي تاريخ أوروبا كلها وللإسلام في كل هذه المحطات دور مؤثر بصورة أو بأخرى الإسلام كان شريك في هذه التحولات بحيث أنها لم تكن لتحدث لو لا ظهور الإسلام في ذلك التوقيت والحكائق التي نعرفها اليوم تدل على وجود حركة تأثير واسعة لم يصلنا منها إلا إشارات بسيطة نحن نعرف اليوم أن أشهر كلاسيكيات العصر النهضة الأوروبية الكتب يعني الكلاسيكية الكبيرة أشهرها كالتأثر بأدبيات إسلامية ظهرت قبلها على سبيل المثال ملحمة رونالد الشعرية هذه هي أول ملحمة كبيرة في الأدب الغربي كتبت في سنة 1080 ميلادية هذه الملحمة نشأت بتأثير الشعر العربي أو بتأثير الشعر العربي كذلك كتاب الكوميديا الإلهية لدانتي الذي يعد من أيكونات عصر النهضة الأوروبية هذا الكتاب كتبه دانتي تحت تأثير الشعر العربي وكتابات المعاري تحديدا كما يقول البروفيسور جاك ريسلر كذلك رواية دونكي خوتا لسيرفانتس وهي أعظم رواية أوروبية على الإطلاق وأول رواية أوروبية ناضجة قال فيها دستوفيسكي من لم يقرأ دونكي خوتا فليس بروائي هذا الأثر الأدبي العظيم كتبه سيرفانتس الأسباني بتأثير الأدب العربي لأنه أسباني طبيعي بل أن النسخة الأولى منها كتبت باللغة العربية وفي بلد عربي هو الجزائر كما يكون صاحبها أنا شخصيا عندما كرأت هذه الرواية الطويلة كنت أشعر بروح ألف ليلة وليلة تسري خلالها بين السطور قبل أن أعلم أنها كتبت بتأثير الأدب العربي وكذلك أيضا الرواية الشهيرة الروبينسون كروز التي تابعناها ونحن أطفال على شكل مسلسل كرتوني اسمه فلونة هذه الرواية كتبت من وحي تصة حي بن يقضان للكاتب الأندلسي ابن طفيل وتأثير هذه الأعمال تأثير هذه الأعمال الأدبية في الوجدان الغربي وفي العقل الأوروبي لا خلافة عليه هذا التأثير هيئ الإنسان الأوروبي للانتقال إلى العصر الحديث وهذا تفصيل يعرفه المثقفون جيدا ولا ليس لدينا وقت لبيانه لا شك أن تأثير مسلمية الأندلس في العقل الأوروبي كبير للغاية لم يعرف قدره الحقيقي حتى الآن وكثير من مؤرخي ومفكري الغرب يعترفون به اليوم يذكر العالم الهولندي الشهير دوزي يذكر أن جميع سكان الأندلس المسلمين كانوا يحسنون الكراءة والكتابة كلهم وكانش عندهم أمية في وقت كانت الكراءة والكتابة في أوروبا حكرا على رجال الكنيسة ويقول إن الحضارة الإسلامية المزدهرة قد جذبت رجال الكنيسة وعامة الناس الأوروبيين في الغرب فرحلوا بكل حرية إلى المدن الإسلامية في أسبانيا أنا ذاك ليتعلموا رحلوا إلى كرطبة وإشبيليا وطليطلة ليحضروا محاضرات مشاهير العلماء المسلمين في الجامعات الإسلامية ومن هؤلاء الذين رحلوا روجير بيكون روجير بيكون جد الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون صاحب المنهج التجريبي وثانية اثنين افتتحا العصر الحديث في أوروبا الثانية اثنين لأنه الأول يعني الإنجليزي فرانسيس بيكون والثاني الفرانسي ريني ديكارد روجير بيكون الجد هذا يقال إنه أول من كتب عن التجريبية وحفيده أول من فلسفها وراح بالدجاجة حق الله بين الثلج ويجرب كيف تتعفن ولما تتعفن شو رجع من هناك وقال وجدتها وجدتها اكتشف منها الجديد ينقل أوروبا من المعارف المكتبية الكديمة إلى المعارف التجريبية والتجريبية هي المذهب الذي نقل أوروبا فعلا من العصر الوسيط إلى العصر الحديث لكن هل كانت التجريبية من أعمال عائلة بيكون حقا هل هي من إنجاز هذه العائلة تعالوا نستمع لإجابة المؤرخ فرناند بروديل في كتابه تاريخ الحضارات ما الذي يقوله بروديل يقول تعلم روجير بيكون اللغة والعلوم العربية تعلمها لكن لا روجير ولا من تبعه ينسب إليهم الفضل في ابتكار أي مؤلف يتناول المذهب التجريبي يعني التجريبية مايش حقهم لم يكن روجير بيكون كما يقول بروديل سوى أحد تلاميذ أو الرسل الذين نكلوا رسالة المسلمين الحضارية وطرائقهم وأساليبهم العلمية إلى أوروبا المسيحية كان مجرد رسول للحضارة الإسلامية نكل رسالتها ولم يخفي بيكون الكلام طبعاً بروديل يقول أنه لم يخفي بيكون ولا معاصريه أن المعرفة العلمية في زمنه كانت تتطلب الإلمان باللغة العربية كلهم كانوا عارفين أنه علشان تكون عالم لازم تجيد اللغة العربية ويعلنها فرناند بروديل بصريح العبارة ويقول لو لا تأثير العرب والمغاربة ما كانت العلوم والثقافة الأوروبية لتحيى خلال الكرن الخامس عشر الميلادي لعصر النهضة وما كان عصر النهضة الأوروبية اللي يقوم كانت إسبانيا يقصد الأندلس وليس إيطاليا هي مهد نهوض أوروبا من كابوتيا هم يعتقدون أن إيطاليا هي مهد النهضة هو يقول لا أسبانيا الإسلامية كانت هي المهد مهد النهضة الأوروبية هي التي أخرجتها من كابوتها ثم يقول فبعد أن سقطت أوروبا وانغمست في أعماك البربرية والهمجية يقصد عندما جاء القوت ودمروا الحضارة الرومانية يقول وصلت أوروبا الدرك الأسفل من الجهد والتخلف في الوقت الذي كانت فيه مدن العالم السراسني يقصد العالم الإسلامي يسمونه السراسنة يعني مدن العالم السراسني مثل بغداد والقاهرة وكرطبة وطليطلة كانت تشكل محاور ومراكز فكرية وثقافية وحضارية كبرى في العالم في هذه المراكز وحدها يقول برودين بزغت حياة جديدة وأخذت في النمو حتى شكلت المرحلة التالية من التطور البشري اللي احنا بنعيش خيراتها الآن هذا مش كلامنا هذا كلام مؤرخ وفيلسوف أوروبي كبير والحقيقة أن شهادات المفكرين والمؤرخين الأوروبيين يعني عن دور الإسلام في النهضة الأوروبية كثيرة لا نستطيع تقصيها أذكر منها أيضا شهادة الطبيب البريطاني روبرت بريبولت لمازال حي إلى الآن الذي يقول فيها يقول كثير من المعالم والخصائص الحضارية والثقافية التي تتفاخر بها أوروبا المعاصرة أتت من أسبانيا الإسلامية الدبلوماسية التجارة الحرة الحدود المفتوحة أساليب البحث العلمي الأكاديمي العلوم الإنسانية آداب المعاشرة والتواصل والموضة والإتكيت أشكال مختلفة من الطب المستشفيات كلها وصلتنا من تلك المدن العظيمة يقصد بها طبعا مدن الأندلس الإسلامية ويقول في مكان آخر إنه يدلي بهذا الكلام ليش يعترف بهذا الكلام؟ قال لأن الكذب والافتراع على الحضارة الإسلامية قد كثر في أوروبا المعاصرة ولا بد أن يقول الحق ولا بد للحقيقة أن تظهر كما يقول هذا على مستوى تأثير الإسلام في حدوث النهضة الأوروبية فماذا عن تأثيره في حركة الإصلاح الديني المسيحي؟ وهي إحدى الثورات التي نكلت أوروبا إلى العصر الحديث دعونا نستمع إلى أندرو ميلر هذا غير فولر الأول الذي يتحدث أولا عن دور الإمبراطور ليو الثالث في إزالة الأصنام والوثنية من الكنائس في الكرن السابع الميلادي ويقول نحن نعتقد أن ظهور الإسلام ونجاحه واعتقاده بالتوحيد قد أثر على الإمبراطور تعطيرا كبيرا فضلا عن الاعتقاد الذي كان سائدا عند المسيحيين من أن غزوات الإسلام كانت تأديبا من الله على الوثنية داخل الكنيسة كانت الكنيسة فيها أصنام كثيرة قبل الإسلام وكان المسيحيون كثيرا ما يسمعون تعييرا من المسلمين واليهود بأنهم يعبدون الأصنام مثل المشركين ونتيجة لهذه الظروف قامت المنازع العظيمة كما يقول صاحبنا ميلر يكصد النزاع حول الأصنام في الكنيسة الذي أدى إلى افتراك الكاثوليك عن الأرثوذكس ثم أخذ ميلر يتحدث عن طلائع الإصلاح الديني قبل مجيء مارتن لوذر وتحديدا عن دور البابا سلفستر الثاني الذي كان أعظم من تصدى لفساد الكنيسة والأساكفة يقول ميلر كان البابا سلفستر الثاني هذا هو حلقة الوصل بين حكمة العرب وجهل الرومان وتسليمهم الأعمى بكل ما هو غيبي فقد تعلم سلفستر هذا في المدارس الإسلامية وفي مدينة قرطبة حيث استقع علوم النافحة بدأ يظهرها في روما ويعلمها للناس لكن بسبب روح الخرافة التي سادت ذلك الوقت في روما نسب الناس أعماله ومعارفه إلى السحر تهموه بتعليم السحر لأن الناس اعتقدوا أن مثل هذه الأفكار والقدرات لا يمكن أن تكون إلا نتيجة للتحالف مع الشيطان وهناك شخص آخر أيضا يكف في مقدمة طابور الإصلاح الكنسي هو الفيلسوف اللاهوت الشهير توم الأكويني توم الأكويني الذي يلقبه الغرب بالقديس والمعلم الملائكي يصفه أندرو ميلر بأنه أشهر قادة الفكر في القرن الثالث عشر ولا تزال مؤلفاته مرجعا مهما في الكنيستين الكاتوليكية والبروتستانتية يقول عنه جوستاف لوبون في كتابه تاريخ العرب يقول إنه مدين هذا التوم الأكويني مدين لابن رشد في كل علمه وإنه متأثر بالإمام أبي حامد الغزالي هذا من أشهر الشخصيات في تاريخ رب وهذا يعني أن تأثير الإسلام في حركة الإصلاح الديني كان بالفعل حاسما معظم الشخصيات أثر فيها ولابد أنه أثر في مارتن لوثر لكن لا يجد لدينا الوقت الآن للمزيد من التبصيل تحدثنا عن دور الإسلام في الناظر الأوروبية ودوره في حركة الإصلاح الديني المسيحي وبقي أن نتحدث عن دوره في المحطة الكبرى الثالثة من محطات التاريخ الأوروبي وهي محطة اكتشاف أمريكا يقول آدم سميث وهو المنظر الأكبر للاقتصاد الرأسمالي يقول أن اكتشاف أمريكا واكتشاف طريقة الهند الشرقية عبر رأس الرجاء الصالح هما أعظم وأهم حدثين في تاريخ البشرية ويقول أن العقول البشرية لا تستطيع أن تتخيل حجم الفوائد التي جنتها أوروبا من هذين الحدثين العظيمين وهذا كلام صحيح 100% فلولا اكتشاف أمريكا واكتشاف طريق الرأس الرجاء الصالح لما عرفت أوروبا الثراء والثورة الصناعية لكن بكي أن نسأل هل اكتشفت أوروبا العالم الجديد والطريق البحري الجديد هكذا بجهدها الذاتي أم أنها كطفت ثمار جهود أمة أخرى كانت موجودة على حدودها هناك حديث متزايد منذ عقود في الأوساط العلمية عن دور الخرائط والخبرات الإسلامية في مساعدة كولومبوس على اكتشاف كارة أمريكا ومساعدة فاسكو ديجاما على اكتشاف رأس الرجاء الصالح وهناك كتب صدرت طوال الفترة الماضية تؤكد أن المسلمين وصلوا أمريكا قبل كولومبوس منها كتاب للمؤرخة التركي الشهير فؤاد سيسكي مساهمة علمية جيدة في هذا المجال لكننا طبعا نعتمد في هذه الحلقة على شهادات الأوروبيين تحديدا وفي هذا الصدد أذكر كتابا للدكتور كريج كونسوداين هذا أستاذ علم الاجتماع بجامعة رايس الكتاب بعنوان المسلمون في أمريكا اختبار الحقائق يستدل في هذا الكتاب بوثائق وسجلات وآثار تاريخية على دور المسلمين في اكتشاف أمريكا قبل كولومبوس وعلى دورهم في مساعدة كولومبوس نفسه في رحلة الاكتشاف الشهيرة للأسف ليس لدي الوقت الكافي للتفصيل هذه الحقيقة لكن يكفي أن يعلم المشاهد ثلاث حقائق في هذا الصدد الحقيقة الأولى أن اكتشاف الأمريكتين وطريق رأس الرجاء الصالح حدث مباشرة بعد سقوط غرناطا آخر ملوك المسلمين آخر ممالك المسلمين في أسبانيا غرناطا سقطت في الثاني من يناير 1492 ميلادي ورحلة كولومبوس بدأت في الثاني عشر من أكتوبر من نفس العام يعني بعد حوالي عشرة أشهر بين الحدثين عشرة أشهر فقط أما رحلة فاسكو دي جاما أو فاسكو دي جاما فقد بدأت بعد ذلك بخمس سنوات هذه في 92 وهذه في 97 وكان كولومبوس يعني كأنه كولومبوس ودي جاما قد حصل على الخرائط الإسلامية وخبرات المسلمين المكتوبة في علوم البحار لأنه كان عندهم تجربة من أسبانيا إلى أمريكا والجزر الكاريبي خاصة وأن المؤرخين يذكرون أن ملوك أسبانيا أحرقوا كنوزا من الكتب لا تقدر بثمن بعد سقوط غرناطة تشوماسكي يشكو بمرارة عن إحراق كنوز من كتب المسلمين ولاحظوا هذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية الحقيقة الثانية هي أن مكتشف أمريكا لم يكن إيطاليا مثلا أو إنجليزيا أو فرنسيا بل أسبانيا من أصول إيطالية أسبانيا عاش في الأندلس في فترة وجود المسلمين بغرناطة هذه ليست صدفة هذه ليست صدفة أن يكون المكتشف أسبانيا كان عايش في حياة المسلمين وفي دولتهم وبدأ رحلته من نفس الميناء الذي كان ينطلق منه العرب في رحلاتهم الاستكشافية هذه ليست صدفة والحقيقة الثالثة هي أن الذي مول رحلة كولومبوس الاستكشافية هما الملك الإسباني بردناند والملك إيزابيلا من هم هذولا؟ هؤلاء أو هذان هم الذين أسقط غير ناطا وكانت إحدى السفن الثلاث التي استكلها كولومبوس إلى أمريكا كانت ملك حفيد أحد المسلمين هذا مجرد مرور سريع على معالم محدودة في خريطة الحكائق الدالة على أن ظهور الإسلام في الكرن السابع الميلادي كان رحمة للعالمين كما أزعم بالمعنى العميق للكلمة كما قال القرآن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر